ترجمة نانسي قنقر من رأس جدير إلى مساعد طريق مزدوج وهذا اللي خلفنا هو جزء من الطريق الساحلي نحن في محطة طرابلس الرئيسية للقطارات خط الجنوب سرعة 150 كم يتجه من الهيشة إلى سمع الخط الشمالي فيه عقدين عقد مع شركة الصين من رأس جدير إلى سيرت والخط الثاني من سيرت إلى بنغازي تم توقيع عقد مع شركة روسيا لتنفيذه بالإضافة إلى خط الهيشة سبهة لتنفيذ شركة الصين المدنية الهنسة المعمارية الحوار مستمر ما بين الجهاز وما بين الشركات المنفذة سواء كانت الشركة الروسية أو شركة الصين شركة الصين كذلك عبدت استعدادها للعودة ورغبتها للعودة لتنفيذ العمل شركة الروسية دائما وابدا في حوارات سواء كان المسؤولين بالجهاز أو بالحكومة للعودة لتنفيذ العمل مدة التنفيذ هذه تتطلب إلى عقد اجتماع مع الإدارات الفنية لتحديد موعد زمني أو جدول زمني آخر لتنفيذ العمل أعتقد أن بعودة هذه الشركات ستكون مدة طويلة جدا لأن شق المسار وأعمال التمهيد نفذتها الشركات قبل مغادرتها للبلاد لتنفيذ وقت طويلة جدا ترجمة ناريسة اشتركوا في القناة